انا دكتورة ناجو عيد صبحي سعد رئيس المجلس العلمي لدبلومة المهنية لطب الأسرة بالمحهد العربي للتنمية المستدامة واستاذ بطنة وطب أسرة بالأسر العيني احنا بنقدم في المحهد العربي الدبلومة المهنية لطب الأسرة ودي بتأهل الأطباء للعمل في الرعاية الأولية الأساسية ومراكز ووحدات طب الأسرة بدينا أول مجموعة في جمهورية مصر العربية في سبتمبر 2011 وكل ست شهور بنستقبل دفعة جديدة وبدأنا في السودان في أكتوبر 2013 وبنستقبل كل ست شهور دفعة جديدة وصلنا الحمد لله حاليا للدفعة 11 في قاهرة والدفعة 7 في السودان الدبلومة المهنية لطب الأسرة بتهتم بالتدريب الإكلينيكي في طب الأسرة وده لازم يكون له جزء معرفي الجزء المعرفي اللي في الدبلومة بيعتمد على أحدث الجايدلاينز والطب المبني على الدليل هو الإفدنس بيز مادسين بعد الجزء المعرفي بيبقى الجزء الإكلينيكي وده في جزء في العادات الخارجية وجزء على السيميوليتد بيشنط اللي هو ممثلي الأدوار في جزء بيبقى في طب الطوارئ والمشكلات الصحية العجلة وبعد كده بيبقى عندنا جزء عملي وده بيبقى على التشخيصات التطبيقية على الأشعاية رسم القلب تصرف مع حالات العزام مع الحالات التخصصات الأخرى وبننتهي التدريب بتاعنا بتدريب ميداني في وحدات ومراكز طب الأسرة مدة التدريب عام كامل العام ده بيبقى يومين في الأسبوع واجه الواجهة أو فيس توفيس ترينينج وإحنا حبينا نختار يوم الجمعة والسبت عشان نتيح لأكبر عدد إن هم يقدروا يدرسوا معنا الدبلوم وفي نفس الوقت ما ياخدوش أجازة من الشغل لكن بقية الأسبوع الخمس أيام بيبقى فيه أسايمنت مهام علمية هم بيعملوها مشاكل بيحلوها حالات بيكتبوها ويكتبوا تطبيقات عليها بيحضروا مؤتمرات بيمرسوا التنمية المستدامة عن طريق الإنترنت أو عن طريق الأماكن المعتمدة لكده الحمد لله من نعم ربنا إن الدبلوم ده بيدرس فيه نخبة من أحسن دكاتر الطب الأسرة بالجماعات المصرية عندنا من جامعة القاهرة من جامعة المنوفية طبعا من جامعة الأم اللي هي لطب الأسرة قناة السويس وعندنا من جامعة حلوان بالإضافة لمجموعة استشاريين موجودين في وزارة الصحة وفي التأمين وفي أماكن أخرى أنا بنصح الأطباء أولا لو خدنا من الصغير الكبير فاللي في مقتبل حياته عاوز إن هو يتخصص في تخصص نادر زي طب الأسرة ممكن إن هو يلطحق بيها لكن كمان أكتر مجموعة هتستفيد مجموعة بدول نسبة كبيرة ما سجلوش درسات عليا والوقت أخدهم سواء كناس اشتغلوا في الريف أو سفروا برة وما حصلوش على درسات عليا ممكن إن هم يبتدوا معانا الدكاترة السيدات اللي هم تزوجوا وكانوا أخدوا أجازات لرعاية الطفل ومحتاجين إن هم يبتدوا تاني يمارسوا المهنة فيه الدكاترة اللي كانوا بيشتغلوا في الأكاديميك فيلد أو بيشتغلوا في شركات زي شركات التأمين الخاصة أو فيه مجالات شوية بعيدة عن الممارسة الطبية وعاوزين يرجعوا تاني ويمرسوا ده أحسن مجال ليهم إن هم يستعيدوا تاني معلوماتهم في الطب والممارسة ويقدروا إن هم يمارسوا الإكنيكي وهم على ثقة إن هم كفء للممارسة دي من مميزات دبلوم طب الأسرة إنه هو بيقدر خريج الدبلوم إنه يلتحق بزمالة المصرية والدبلوم يوفر له ست شهور من مدة الزمالة وفي نفس الوقت بيعفيه من امتحان الجزء الأول من الزمالة في نفس الوقت برضو من مميزات هذا الدبلوم إنه يقدر عن طريق التأهل بالدبلوم ده إنه هو يشتغل في البلاد العربية شكراً